ان شاء الله سأكون معكم في محاضرة محاضرة بمحاضرات السهلة ولكنها طويلة شوية محتاجة حفظ اكتر على عكس المحاضرات اللي قبل المكتر محتاجة محاضرات محتاجة مائلة للفهم اكتر لكن ان شاء الله ستبقى محاضرة سهلة ولزيزة ونحاول اين بساطة على قد من اقدر اه خلوني ابدأ على طول عشان مطولش عليكم اه مطلقين كده دلوقتي انا جاي لي مريد كارديك اه هيحط ابدأ حطوله طيب البروغرام ده اه مش كله مش مية في المية منه هيبقى فيسيو سيرابي اه فيسيو سيرابي اوكي لا لازم الكارديك ده المريد كارديك لازم يبقى ماشي مع دكتور اه جزء ميديسن جزء ميديسن جزء الفيسيو سيرابي برضو اه مهم جدا فيه طيب خلوني في الاول اقول ان هيكون من ضمنه اللي هبدأ اعمله مع البيشم تبتع ولكن هو مش المين بتاع البروغرام انت يعني ما نفعش مريد كارديك اقول له امشي بس عالفيزيكال اكتيفتي والاكسرسايز ترينيج و اه ايه نبدأ نتغاض عن الجزء ايه الميديسن لكن هو جزء اه الحد كبير ايه مهم وهنعرف الفوايد بتاعته قدام طيب خلينا اقول ان الفيزيكال اكتيفتي والاكسرسايز ترينيج اه بيمثل اه من الكارديك رهبتيشن بروجرم اه بيمثل اه تلاتين لخمسين في المية ابدو سبعين اكتر من سبعين في المية من الكارديك رهبتيشن اللي بتاع هيمشي عليك تمام طيب خليني اقول كمان ان الكارديك رهبتيشن امتى اشتغل مع البيشنت ده فيزيكال اكتيفتي واكسرسايز ترينيج عندي انا عندي كارديك رهبتيشن بقسمه لكزا فيزيز طيب امتى اشتغل في فيزيكال اكتيفي اللي اه عمل سيرجري بوست كارديك سيرجري زي الكرونيك ارتي بايباس والفوف هارد سيرجري والكارديك ترانسبلانتيشن وكمان البيشنت الكرونيك هارد فيريك تماما عندنا احصائية بتقول ان انا لما الكارديك رهبتيشن بروجرم بتاعي ده يتضمن اكسرسايز ترينيج وفيزيكال اكتيفيتي اه لفوايد طيب الاحصائية بتقول ان انا عندي ان الاكسرسايز ترينيج ده بيقلل الوور اميرتاليتي رات بمعدل تتاشر في المية بيقلل المرتاليتي رات بشكل عام يعني وبنسبة تلتاشر في المية وبيقللل الكارديوفاسكولار في المية بنسبة ستة وعشرين في المية وبينقلل الهزبا الى ابشان لاردوم كروني هارد ديزيز بنسبة تمنتاشر trabajo 30 فالمية وعندنا احصائية تانية بتقول裏 انا ان البروغرم بتاعي ده تضمن بس اه هيقلل بالنسبة سبعة عشر تمانية وعشرين في المية وهيقلل بالنسبة لي بنسبة واحد تلاتين في المية وهيقلل بالنسبة تلاتة وربعين في المية. غالبا يعني الارقام دي لحد كبير ما بتجيش يعني في الامتحان على معتقد بس اعرفها للحكيات يعني. طيب ايه بتاعت اول حاجة ايه الهدف الاساسي عندي ايه بصدفلي بصدفلي انفلونس الديزيز بروغريشن ان بروغنوزز اه اثر بالاجابة على الديزيز بروغريشن والبروغنوزز بتاعي بحيس ان الديزيز بتاعي الحالة بتاعتي ما تسوقش اكتر. طيب بالنسبة بقى للسكندري عندنا ايه من سكندري اوبجيكتبز اول حاجة احسن الكواليتي اوف لايف بشكل عام واحسن التولرانس بتاعي الباشنت بتاعي. طيب عندنا سكندري اوبجيكتبز تانية او عندنا اقلك اوفركم اوفركمنج الكارديباسكولار مسكولسكيليتال لميتيشن كوز باي ان اكتيفتي. ان او افتر الاوبن هارت سيرجري. باشن عندي عندي باشن كرونيك عندو كرونيك هارت فيلير وايه اعمل اه اوبن هارت سيرجري اكيد هيعد فترة طويلة بتريدل بالدالي مفيش اكتيفتي فنتيجة الان اكتيفتي دي الباشنت ده هيبعندو اه لميتيشن مسكولسكيليتال الكارديباسكولار 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 اللي هبدأ احطه هيبدأ اه يتغلبلي على دي طيب عندنا ايه ثانية عندنا زي والانديبندنس والحسنت طبيعي جدا بتاع الباشن هيتحسن برضو السوشيال هيتحسن وكمان بحسن او بمنع الكارديباسكولار ريسك فكتور طيب انا زبطته كل ده اللي هينتج عنه اه رديوز زينيد فور فارزر هوم كير الرعاية اللي انا محتاجة في البيت هتقل ما انا حسنت انديبندنس والموباليتي اه بتاعت الباشن بقت احسن فالكير اه مادة الرعاية اللي محتاجها في البيت اكيد هتقل وبالتالي حسن انهانسي بارتسيباشن انهان سيجوء ايه في حياتي طيب ايه انديبيدرالوبجكتبس عندنا طبعا الانديبيدرالوبجكتبس تختلف من باشنت لباشن وحسب الكيس بتاعت الباشن طيب الانديبيدرالوبجكتبس تختلف على اساس ايه تختلف على حسب البيت نوع التشخيص بتاع الباشن ده والاكسرسايز كابستيبتاعته الامراض المصاحبة والايج والجندر والاكسرسايز والاكسرسايز وايه الموتيفاشن تحافي ماذا تحمس الباشن او حماس الباشن لالترينين والعلاج ويه البرسونال الاكسرسايز جولز هل الباشن تبقى ده رجل كبير في السن. محتاج بس يعمل نشطة بسيطة كده يبدأ يتحرك بس يطلع سلم ينزل سلم ولا ده شخص رياضي بيروح الجيم او شخص صغير صغير شواي في السن فمشتغل او طيب وكمان عندنا التفضيلات كل شخص عن التالي. النسبة بقى ل لازم ايه الحاجات اللي انا محتاجة اعلمها للباشن او اخلي الباشن يكتسبها يعني امبروف النولج انزا امباكت and health benefits of regular physical activity and the exercise training. ابدأ ازود النولج بتاعت الباشن بالنسبة لتأثير ابدأ اعرفه مدى تأثير واهمية the regular physical exercise على على حالته. التاني حاجة قالك improve the practical skills of self control and adequate handling during physical activity and exercise training. ابدأ اعلم الباشنة skills عشان يبدأ يعمل نفسه self control يبدأ يتحكم في نفسه وادكويت هاندلين يبدأ يتعامل بشكل adequate during physical activity. كمان to improve long term compliance to lifestyle changes. ابدأ احسن مدى مرونة الباشنة دالي changes اللي هتقابلو. كمان to implement a physically active lifestyle. ابدأ احقق ان الباشنة يعيش lifestyle بشكل اكتف. طيب exercise training in cardiac rehabilitation. مبدأ ام بقولك that the supervision should be prolonged in patient with high risk of cardiovascular events. زي السيارة coronary heart disease with heart failure with ventricle arrhythmia with implantable cardioverter defibrillator defibrillator and inpatient cardiac rehabilitation is recommended for this patient. ما انا محتاج supervision اشراف طبي. اه بالنسبة لي اه اه الpatient اللي عندهم high risk of cardiovascular event زي الحاجات اللي قلنا عليها. ده حاجة بيقولك assessment of functional capacity. ابدأ اعمل assessment of functional capacity. هي ايه? دي. دي يعني معناها individual capability. اه. the individual capability under controlled condition to perform tasks and activities that are necessary in their life. معناها مدى امكانية الشخص ده تحت ظروف معينة. to perform tasks. يبدأ يقوم بتاسكس واكتيفيتس مهمة لحياته. ابدأ اعمل assessment of functional capacity دي. هو الكلام اه مش اعنا لسه اخد باني دلوقتي ان هو مكتوب غلط. فاضط دار بقاء ايه تصلحه معلش. اه 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 قلك assessment of functional capacity especially in groups at risk to have reduced functional capacity. اه ابدأ اعمل assessment of functional capacity. اه لجروبس اللي عندهم risk ان هم ما يبقى عندهم كبس تقول ليالا زي مين والفيميل والبيشن عندهم كمان كمان اعمل البيهيور كاركترستيكز زي اي زي الموفمين والكسرسايز اكسبرينس والفيزيكال اكتيفتي ليبل ورادنس ويبارير تونكريز الفيزيكال اكتيفتي والسوشيال سبورت ان ميكين بوزيتيف ايجز اه يعني اعتبر السلايد دي اهم حاجة فيها بس اه اللي هي من البيشن اللي عندهم انه يبقى عندهم كبس تقول ليالا طيب عندنا بيقول لك هنكلم عن قدام اه طيب بنقول دلوقتي بسد اون زي رزولت او زي كليكال ايبلوشن اري بيرسون شود ريسيب ان انجودي اكسرسايز ترينيزي اكسرسايز ترينيزي او كونتينيزي الانجوان الانجوان ام انه اهم جملة اصلا من اول ما اتكلمنا انه الاكسرسايز ترينيزي احطو للباشن لازم احطو بشكل ايه بيختلف من شخص للتاني على حسب الكسبة التاعي اللي يقول لدي البيشن بتاعي طيب ايه بقى احنا قلنا دلوقتي بتضمن ايه? اول حاجة ايه هدف بتاعي? احسن احسن طيب عندنا اه هيبقى عندنا ايروبك ايروبك مش ان ايروبك ومودريت رزيستنس اه مودريت رزيستنس ما نفعش اه استخدم معي عالية. طيب بالنسبة الاكسرسايز ترينيج كونتنت. اه الاكسرسايز ترينيج هيتضمن ايه? وده بيختلف على حسب الطيب او ايكسرسايز. اه عندي بايسل ايرجوميتر. الريد ميل. وووكينج. عن طريق ويت ماشينز او الاستيك باندي. دي اعتقد انتم شفتوها في المسل تست. طيب بالنسبة بقى الاكسرسايز ترينيج. عندنا ايه المسل بتاعتنا. اه ده نوع من انواع الاكسرسايز بس بتاعته بتفضل ما بتتغيرش. اه تولي الاكسرسايز. طيب بالنسبة الاكسرسايز نوع برضو من انواع الاكسرسايز. الاكسرسايز بتاعته بتبقى عالية. اه بس ما بينها فترات رزيست. طيب بالنسبة بقى اه ترينيج. اللي بتنسي من نحسبها على حسب اه هتوب اه من او او اه كم نسبة من ايه ماكسم. طيب اعطاك انت خطوها في المخاضرة القابلة دي. بس نقولها تاني اه معناها كان اه اكبر كمية من الاكسجين هيقدر ياخدها يعمل لها وهو بيعمل ايه طيب ايه يعني ايه معناها 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 اكبر حاج من الويت يقدر يرفعه خلال مرة واحدة. طيب بالنسبة الاكسرسايز ترينيج ديوريشن. اه يعني بتاعتي وقتها هيبقى ايه غريبا من تلاتين لستين دقيقة. ويه البروجرام كله على بعض. اه هيبقى يستمر القديم من تلاتة لستة شهور. طيب بالنسبة بتاعي قالك من تلاتة لسبعة اكسرسايز سيشن بير ويك تلاتة سبعة مرات في الاسبوع. طيب عندنا الكسرسايز ترينيج ديوريشن وانتينسي والفريقونسي لازم ابدأها عندي ليفل وابدأ بشكل جراديوال هبدأ ازود الدوريشن والانتينسي والفريقونسي ابدأ الفريقونسي والدوريشن والكل ده ابدأه من لو ليفل اه وبعد كده بشكل جراديوال ازود الدوريشن والانتينسي والفريقونسي وخصوصا مع البيشن اللي قعده فترة طويلة ان اكتف. ايه البرايميري جول بتاعي? البرايميري جول بتاعي ان انا ازود دوريشن والفريقونسي اه خلاص اه افزيس ارويل توليريته زين 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 تنسي كان او بي انتينسي يبقى انا لما اجي اعمل برويشن لالكسرسايز بتاعي انا هز ابدأ ازود في دوريشن والفريقونسي خلاص البشن بقى توليريته لالا البرامتر دي ابدأ ازود الانتينسي يبقى احنا هبدأ لما اجي اعمل برويشن لالدوريشن والفريقونسي بعدين اعمل برويشن للانتينسي وده يعني دي موضع سؤال في الانتحان طيب الاكسرسايز ترايننا اه بي بي دي موضع ذ نتينسي منقسم الاكسرسايز بتاعنا تلاحدها اه سو كار formal طيب بالمناسي يجب الانتينسي بالنسبة للإنيشال ستيج الوبشيكتف بتاعتها هدفها ايه prepare the patient for exercise training and to vary the individual response and tolerability to low intensity exercise program أبدأ أحضر الpatient بتاعي أبدأ أحضر الpatient بتاعي للexercise training وأبدأ أشوف الresponse بتاعته ومادة القوة التحمل بتاعت الpatient tolerability بتاعته to low intensity exercise program this phase also includes improvement of coordination flexibility as well as developing the patient perception for exercise intensity وبرضو بيقنامي فيها improvement في الcoordination والflexibility طيب بالنسبة بقى الانشال ستيج أول حاجة الانتنستي بتاعت الانتنستي في الستيج دي بنبتاعتها عند low level زي مقلنا وبالنسبة للدوريشن من 15 ل 30 ديئة أو ده برضو على حسب أما بالنسبة للفريقونسي برضو على حسب و عدد السيشن ما عديش أربعة لستة خلال أسبوع لأسبوع بالنسبة بقى للإمبرومينت ستيج إيه هدف في الانتنستي إحنا هناك في الانتشال ستيج إحنا قلنا هدفنا إن إحنا نحضر البيشن للإكسرسايز ترينيج ونشوف الربونس بتاعته وهي توليرباليتي لللو انتنستي إكسرسايز برو أما في الانتنستي هنا هدفنا إن إحنا هنا هناك قلنا الانتنستي هنبدأ عند الانتنستي هنبدأ نزودها بزاعل حسب برضو والإكسرسايز جوز طيب بالنسبة بقى للديوريشن هناك قلنا هنبدأها من عند خمستاشة لتلاتين ديئة لا هنا الديوريشن بتاعتي من تلاتين ديئة لستين ديئة الفريقونسي هعمل سيشن كل يوم هناك قلنا بالقول ما تعديش أربعة لستة سيشن خلال أسبوع لأسبوعين بالنسبة بقى لي الانتنسي استاتيج هنا هدفي غرادوات الإنجريز الانتنسي والذلك نفس الأجيكتيب بتاعت الانتنسي استاتيج طيب دلوقت هنكلم بقى عن الانتنسي استاتيج هنا هدفنا ان احنا أبدأ أحافظ على كل الحاجات اللي أنا عملتها في الستيج الفادت اللي مدليه الفترة طويلة الانتنسي و ديوريشن والفريكنسي أبدأ أزودها بشكل جرادوال وفي الستيج دي أبدأ أعلم البريشن البراكتيكال سكيلز زي مقلنا عشان يعمل واداكويت هندلين وابدأ أشرح للبيشن إيه الامباكت والهلس بنيفتس وفي فيزيكال اكتيفتي عشان أبدأ أعرف مدى تأثيره أهمية على حالته وبالتالي أزود مدى التزامه عشان يوبى فيزيكالي أكتيف لايفسطيل بالنسبة بقى للايروبك اندورانسي تريني بنقول systematically carried out aerobic endurance exercise program lead to increase in exercise capacity and symptom-free exercise tolerance الاeurobic endurance training بحسن l-exercise capacity وبحسن l-tolerance بتاع الباجين in patient with cardiovascular disease the increase in exercise capacity gained has been reported to range between 11-36% depending on the patient exercise tolerance clinical states as well as intensity and dose of exercise training احنا قلنا ان الايروبك endurance training بحسن لي او بزود l-exercise capacity طيب بزود l-exercise capacity range add n-11-36% وده بيعتمد على patient exercise tolerance والclinical states بتاعت والintense with dose بتاع l-exercise training sedentary untrained and deconditioned patient have been shown to be achieved the greatest benefit برضو el-patient sedentary بيستفيد من الايروبic endurance training وي achieve greatest benefit in addition to long term regular aerobic endurance training positively influences well-known cardiovascular risk factors such as hypertension type 2 diabetes mellitus dyslipidemia and abdominal obesity el-patient لو عمل aerobic endurance training بشكل مستمر بشكل مستمر long term بشكل regular ده بيأثر بالإجابة على cardiovascular risk factors زي hypertension type 2 diabetes والdyslipidemia والأبدوم الأوبستي وهنعرف السلايد بعدها زي الـ potential cardio protective effect of regular physical activity وخصوصا aerobic endurance training آه آآ anti ascleratic هو بيقلل لل hdl cholesterol وبالتالي زي ما قلنا قبل كده انه هو بيأثر بالإجابة على cardiovascular risk factor اللي كان من ضمنها الدyslipidemia فهو من فويده انه هو بيقلل وبيقلل hdl cholestero وبيقلل بيأثر على risk factor اللي هو hypertension فهو بالتالي يبقى هو بيأثر بالإجابة على hypertension وبيقلل وبيقلل insulin sensitivity وبيزود insulin sensitivity مع sorry احنا قلنا انه هو بيأثر بالإجابة على type 2 diabetes وعارفين احنا type 2 diabetes ببقى من اسبابه ان الخلية آآ sensitivity اللي بتاعتها بتقل فالexercise training بيزود insulin sensitivity كمان بيقلل inflammation طيب بيأثر physical ازاي بيقللي anxiety depression و stress آآ طبعا كل ده لما يقل هيزود social support والsocial integration و equality of life شكرا وكمان anti-strombotic بيقلل strombocytes adhesion وبيقلل fibrinolysis وبيزود fibrinolysis وبيقلل fibrinogen الفibrinogen ده احد عوامل التجلط آآ وبيقلل الفيسكوسيتي بتاعة البلاط anti-schemic بقى بيقلل myocardial oxygen demand وبيزود coronary blood flow وبيقل ال endocereal dysfunction طيب بالنسبة بقى للcontra-indication of aerobic endurance training من الpatient المقدرش عمل معهم aerobic endurance training اول حاجة acute coronary syndrome وي severe mitral valve insufficiency وي increase during exercise وي severe heart failure وي third degree heart block وزايد pacemaker عندنا heart block 3 degree الpatient اللي عنده third degree heart block ما اداش استخد معي aerobic endurance training وي البر card التهاب في الهورد mycard التهاب في عضلة القلب سات نفسها وي recent embolism وي الpatient اللي عنده اكتر من 3 ملي 3 ملي مت وي uncontrolled diabetes و الاستيبول انجينا الانجينا عندنا كزا نوع كزا نوع ما اداش استخد معي aerobic endurance training وكمان systolic blood pressure over 200 ملي متر ميركري بتاعه اعلى من 200 و اعلى من 110 وكمان لو الpatient ده حصل اكتر من 20 ملي ميركري في during exercise والpatient اللي عنده انجينا اوارتك استينوزيس والأكيوت systemic illness or fever واللي عنده uncontrolled atrial or ventricular arythmia الpatient ده عنده arythmia ومش قادرين نتحكم فيها وكمان الpatient عنده uncontrolled tachycardia مش قادرين نتحكم فيها اكتر من 100 per minute